السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى كل زملاء والزملات اللي بيتقدموا الامتحان البرد الامريكي. ده الشكل العام من ورقة الامتحانية. اول ما بتدخل بتلاقي الجزء العلو من الورقة. مكتوب فيه ارقام الاسئلة اللي موجودة في الصفحة. يعني مسلا السؤال الاول الى العاشرة. اه الجزء الشمال موجود فيه جدول بارقام الاسئلة. اه طبعا هي نفس الارقام اللي مكتوبة فوق نفس الرينج بس مفصل. يعني رقم السؤال رقم واحد السؤال رقم اتنين. اه اهمية الجدول على الشمال ده ان انت ممكن اه تنتقل مباشرة لسؤال من الاسئلة من جير ترتيب. يعني ممكن تختار السؤال العاشرة او السؤال التامن. طبعا الجزء الوسط الاوسط من الورقة بيكون فيه الاسئلة كل سؤال وتحته الاربع خيارات. لو في سؤال منهم عايزين ناجده الاخر الامتحان او ناجده شوية نفكر فيه بعد كده. بنعمله كلمة فلاج. الفلاج دي كلمة فلاج مكتوبة تحت في البور السفلية من الورقة. وطبعا عشان تتنقل الورقة التالية من المتحان يبقى فيه ناكست والورقة السابقة بريفيس. اه في الجزء الابر رايت من الورقة فيه كالكليولاتور عشان تستعملوا لوح تاكتور. اكاديمية تيم تتمنى التوثيل الجميع. ورجاء النصيحة لكل المتحنين هدوء العصاب والثقة بالنفس. ونقرأ كويس او الاجابات قبل ما نقرأ السؤال عشان نعرف احنا هنفكر ازاي. كل التوفيق والنجاح من الجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.